طب على أرض الواقع بقى إيه اللي ممكن نعمله عملياً عشان يخلينا نقدر نواجه هذا التحدي لأن اللي قاعد قدامنا دلوقتي من اللي فقد شريك حياته أو فقد أو فقدت شريك حياتها بيسألوني إزاي بقى نواجه المسألة دي ونتعامل معها بعد الأصلين اللي أنا ذكرتهم دولة أن أحبابنا من بيروحوش للعدم الحياة التانية أن احنا نستطيع أن احنا نعيش معاهم لأنهم بقوا في مساحة أكثر وأوسع وأكثر انطلاقاً لما نتعامل معهم على أن هم بقوا في عالم أوسع وعالم أرحب فنستطيع أن احنا نلتقي بأرواحنا معا وده حقيقي مش وهم ولا خيال نعمل إيه بقى عشان احنا نتجاوز هذا التحدي أول حاجة لابد أن الزوجين يكون ليهم حياة مستقلة من دلوقتي حياة مستقلة عن بعض ومستقلة كمان عن الأولاد فيكون لهم صدقات وأنشطة يمرسوها بعيدة عن شريك الحياة وبعيدة عن الأولاد يا راجل حد يقول كده آه آه أنا بقول كده أن الإنسان العاقل والمتزن هو الذي لا يجعل شريك حياته كل حياته لا يجعل شريك حياته كل حياته حد كان بيشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحبه السيدة خديجة كل هذا الحب لكن هو كمان كان بيحب أصدقائه كمان صلى الله عليه وسلم أحب السيدة عائشة مع احتفاظه وحبه للسيدة خديجة ولما سألته السيدة عائشة لما سألوا الناس من أحب الناس إليك؟ قالها عائشة قالها ليس عن عائشة أن أسألك يبقى السيدة عائشة حضرت النبي بيحبها وكمان بيحب السيدة خديجة يعني أنا عايزة أقول إيه كل ما كنت قادر تحب أحبابك وتحب شريك حياتك حب صادق كل ما تقدر تستفيد وتستمتع بجزء الخصوصية اللي عندك لأن جزء الخصوصية اللي عندك هو اللي يخليك تستمر قيمة إضافية في حياة شريك حياتك يبقى لازم جزء الخصوصية ده مهمة أوي وأنا دايما بقول القاعدة دي إن العاقل هو من يجعل حبيبه ليس كل حياته لكي يستمر معا في كل الحياة تاني كده إن العاقل من لا يجعل حبيبه كل حياته لكي يستمر معا كل الحياة يعني إذا ما جعلت الشريك حياتك هو كل حياتك هتقدروا تعيشوا مع بعض كل حياتك لكن لو جعلتوا كل حياتك هتتحول هتتحول أنت إلى عب ويتحول هو كمان عليك إلى عب فلذلك لابد إن احنا نقلع عن هذه الفكرة الحياة التانية والمهمة جدا 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 ده أنا بقول الكلام ده للمتزوجين عشان يلحقوا يعالجوا المسألة دي عشان ما يحصل لهم مش هذين مشكلة تاني حاجة إن احنا نستثمر الأوقات اللي بنعيشها مع بعض وننمي مهارتنا الحياتية عشان نقلل الاعتمادية على شرك الحياة يعني كل واحد فينا يعلم الإنسان شوية حاجات عشان إيه عشان نطور حياتنا وأنا قلت لكم احنا في حياتنا الزوجية مش الحياة الزوجية مسافة واحدة لكن الحياة الزوجية احنا بننضج فيها وكل ما كل واحد من شركاء الحياة بيساعد شرك حياته على إنه ينضج أكتر ويبقى عنده مهارات أكتر هم الاثنين مستفدين فالذلك لازم الأوقات اللي عندنا نساعد بعضها لإن نكون أكثر النطوقة الحياة الثالثة والمهمة إن احنا نزيد المناعة الاثنينية عندنا يعني إيه نزيد المناعة الاثنينية عندنا لازم نتعود على إن نكون قريبين من الله ونعيش ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماله الذي نشره في الحياة لأن احنا لو ما عملناش كده هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا عايز داد في قلوبنا الجزع والفزع والتصدع والتوجع لكن لما نمشي مع رسول الله صلى الله وسلم ونعرف جمال مولانا سبحانه وتعالى وإن الواحد في الحياة الحياة مش إنك بس هي حبيبك لكن الحياة إن انت بيدي الله سبحانه وتعالى وأنك في هذه الحياة لا تكون وحدك وتكفر بالوحدة لأنك لن تكون وحيدا وأنت مع الأحد سبحانه وتعالى وكل ما تتعرف على حضرة النبي وتتعلم من جمال أخلاقه وتتعلم من جمال حياته صلى الله عليه وسلم وتفيد من هذا الجمال على حياتك تحس إن حياتك بتتسع ويا سلام بقى لو أضفت إلى حياتك مجالات كديدة من القرب من الله زي زيادة العبادات وزيادة العلم وكمان زيادة تلاوة القرآن والذكر ساعتها حياتك هتبقى مليانة بركة ونور وأبدا مش هتكسر لك خاطر بالعكس أنت اللي هتكبر خاطر من فقط لأن أنت هتحس بأن مدد ربنا معاك وهتحس أن أنت مش لوحدك أبدا لأنك في حضرة الواحد بل ستشعر بأنك وأنت مع الله وأنت قد عرفت الله سبحانه وتعالى هتحس أن اللقاء اللي بينك وبين حبايبك اللي انتقلوا هيكون في حضرة مولاك وبين إيدين مولاك وفي صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا ما فقدناش حضرة النبي ولا بنفقد أحبابنا لأنهم مازالوا موجودين ونستطيع أن نعيش معهم لما يتحولوا إلى أجمل المعاني ويوصلونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق اشتركوا في القناة